انا ضد فكرة ان احنا راحين ندافع احنا راحين نهاجم لانه لابد يبقى لدى الدم المصير المصرية جرأة ان تتحدث لهؤلاء بعتبر انهم متهمين يجب ان يجلسوا في القفص لانه هذه الدول التي تحرك المجتمع الدولي ضد مصر متهمة بوثائق وبأدلة لدى اجهزة الامن القومي المصري ولازم تطلع بقى واتكاش في الاوراق تطلع لنا الاسبتات اللي بتقول انه هذا التنظيم الدولي تصرف عليه من مخابرات مين ومين ومين المانيا وانجلترا وفرنسا فين الوقات المتحدة الامريكية فين ايه اللي تصرف على التنظيم في المنطقة العربية عشان يتصل للحكم ايه اللي بتعمل في الاستثمارات في التنظيم الدولي ازاي اخو السيد الرئيس اوباما يعني نهدي للشعب الامريكي معلومة الغير الشقيق الافريقي هو احد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين تاني فان تاني اهداء الى الشعب الامريكي عشان بتجي نطلبه اخو اوباما هو احد مهندسي الاستثمارات الكبرى للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين تمام ازا كان الامر محتاج فاحنا محتاجين ننبه الشعوب بتاعتنا اندي شعوب محبة للسلام فيه شعب في العالم ما بيحبش السلام ولا يقبل انه ادارته ولا رئيسه ولا وزير خارجية ولا حكومته ترعى الارهاب وتزرعه في دول اخرى وتنفق عليه من امواله فعشان كده هون مش عايزين يحكموا قادرة التنظيم عشان كده عشان هو ليه الضغط كله ان يستمر التنظيم في المشهد السياسي ستفضح اوراقهم وما انه ما يبقاش فيه محاكمة وانه كل دول يطلعوا يسبوهم ويمشون وفي الحالة دي هيتعزي الاوباما لا